اشتركوا في القناة منتهية هذا الفيديو حبيت اتكلم به عن شون انت يعني تتصرف شون انت تنظم وقتك ترتيبك قاعدتك اكلك شربك الى اخره ايام وقت الامتحانات فخليكم ايايا وتابعوا هذا الفيديو طبعا اكتبت انا الذكرى الجميلة الذكرى الجميلة اكو ذكرى جميلة بعدين راح اقول عليها باخر الفيديو بس تابعني للاخير اول شي النوم الجيد النوم الجيد انت لازم خلال هالفترة هاي فترة امتحانات تنام يعني على الاقل خلينا نقول ست ساعات ست ساعات او هو الطبيعي ثمان ساعات ثمان ساعات ست ساعات سبع ساعات لازم جسمك يرتاح لان انت هسه حاليا تحت الضغط انت ضغط على نفسك اهلك ضغطين عليك عندك امتحانات اريدون من عندك درجة نجاح اريدون من عندك نتيجة فالنوم الجيد انت لازم تنام تنام تحاول تنام بدون قلق بدون قلق خليك ريلاكس على كيفك انام بحيث اخلي جسمي ياخذ اه راحته وكفايته من النوم التغذية التغذية الجيدة انت لازم تتغذى على اه الغذاء الجيد اللي بي كاليسيوم بي بروتين بي كاربوهيدرات الاغذية الجيدة اللي تساعد اولا جسمك بشكل عام وايضا تساعد الدماغ تقدر تراجعها وتشوف يعني تدخل على انترنت تشوف الاغذية اللي تفيد ذاكرة تقوى الذاكرة اه اه اثناء يعني هاي فترة الامتحانات زيان ترك الترفيه الترفيه طبعا انت جوز متعود ولد او بنية متعودين على ستايل معين على فالترتيب معين انه انت مثلا اه تحب تتابع نت تحب تابع يعني مواقع تواصل مثلا تتواصل بي اصدقائك تحب انت مثلا تشاهد فتشي محبب الانترنت او تمارس مثلا فتلعبه معينة هاي الالعاب اللي مارد اطرق لها يعني فاتجوز انت تلقي بها فتر فيه معين هذا ده شيء على نطاق الانترنت لما تكون انت بشكل شخصي داخل يعني داخل بيتك داخل غرفتك محيطك اللي داخل الاسرة اكو انواع من الترفيه اخرى خاصة الشباب مثلا يروح للجيم اه يروح للكوفي اه يطلعوا ايه اصدقائي يحب هذه حاول انت هاي الامور اللي انت تعتبرها ترفيه طبعا ولي هي يعني ضمن الامور يعني الاطار الاخلاقي يعني ما اقول لا اخلاق يعني ما لعلاقة بيه بس احنا نحكي على طلابنا الطيبين الجيدين الخلوقين يعني هالفترة هاي حاول تقلل منها او خلي نقول تقطعها نهائيا لانه انت عندك امتحانات تحاول تقطعها نهائيا او تقلل منها بشكل يعني اه فاد مرة يعني خصص وقتك هسه خلال شنو انه انت عندك امتحان عندك اوقات للدراسة عندك اكل ونوم وتروح للمدرسة تنتحن وانتهى الموضوع اكثر من هذا ما كو اه الوعي لازم يكون عندك وعي يعني مو شرط الابوك يحكيوا اياك امك تحكيوا اياك لأسرة انت انت وعي من ذاتك يعني تتوعى وتقول انا مثلاً انا لازم اهتم بشنوه? لازم اهتم بمستقبلي افكر بمستقبلي اه الي wcześniej انا ما اقول لك على المدى البعيدة مرة ووراها صار فرج وكذا ووضع القصيد يعني أنا مرد أتطلق لها الأمور بس أنت حاول تفكر خليك حسب بالامتحانات أنه أنت تعبر مرحلة وبس تعبر تنجح للمرحلة الثانية وهذه يعود بعدين بس إذا عندك تفكير بعيد خلي تفكيرك أيضا للمستقبل أنه هذي اعتبر هاي السنة هي مثل خلي نقول شايف الدرج سلم درجة درجة اعتبرها إحدى الدرجات اللي أنت تصعد من خلالها السنة الأخرى درجة أخرى درجة أخرى وهكذا حتى أنت توصل للنهائي توصل للمستقبل مالتك اللي أنت راح تحدده وانت راح تقرر المهنة اللي أنت تريدها تقدير الأهل أنت لازم تفكر بأهلك أنه مثلا أهلك صار فين عليك قد يكون دورات مثلا صحيح المعاهد أهلك مخصصي لك كل الوسائل أنا مالدة تطرق لنا أنه مثلا أكو ناس ما مخصصي لهم وسائل وأكو طلبة يعانون وأكو طلبة جاي يتحدون إنه إمكانياتهم بسيطة نحن نحكي بشكل عام إنه أهلك مهتمين بي كريدك تنجح وقلقين عليك ومحروق قلبهم عليك فأنت حاول تفرحهم والفرحة هي إنه هي النجاح القراءة بتركيز حاول تقرأ بتركيز يعني أنت مكامش الكتاب ومثلا عينك على الكتاب وتروح عينك عن نت على الفيس على الإنستجرام على اليوتيوب على كذا أو تفكر بغير شغل أو تخابر صديق وهذه اللعب القراءة بتركيز وحاول تختار أنا أفضل يعني القراءة الليل وعادة بدون مؤثرات بدون ضوضاء تكون يعني قراءة بتركيز وقراءة مجدية وحتى إذا بالنهار حاول تخلق الجو الملائب داخل غرفتك أو داخل المكان اللي أنت تقرأ بي عدم الإرتباك من تروح للامتحان تروح للامتحان حاول لا ترتبك خليك طبيعي وعدم الإرتباك يجي من شنو يجي من القراءة المسبقة أنت قارئ سابقا ومسيطر فما رح ترتبك ورح تجاوب شكل طبيعي أيضا عدم الإرتباك يجي من شنو ما ترتبك أنت لأنه خلينا نقول ما تدرب على نمط من الأسئلة أسئلة نمطية أسئلة مثلا مال امتحانات هسه موجود كل شيء كل شيء موجود على الانترنت عند أصدقائك تليجرام كذا هذه نماذج ما لأسئلة تدرب عليها وأيضا تقويك فمن تتقوي عليها أنت ما راح ترتبك أثناء وقت الامتحان عدم الضغط ما أضغط على نفسي ما أضغط على نفسي بالقراءة كنوبات نتيجة القلق نتيجة الخوف أنت تضغط على نفسك تضغط بشكل هذا ينعكس على صحتك وينعكس على نفسيتك بشكل سلبي الاستراحة أخذ استراحات من تشوف نفسك الضوج من القراءة لا أخذ استراحة أقرأ ساعة أخذ الاستراحة 10 دقائق كذا هذه حتى لو راح تفتحت انترنت أو كذا هذه أو تشرب لك شاي تشرب قهوة أو يعني ترتاح شوية كذا هذه تطلع بره شوية مثلا فات 15 دقائق تروح للمحل تجي كذا عادي أوكي بس ترجع تقرأ بالك وين يما القراءة مجرد استراحة استراحة تكون لجسمك استراحة تكون لدماغك حتى يرتاح ما يصير انت فوقه فوقه لأن نفسيا تتعب ودماغك يتعب وجسمك يتعب فلازم تأخذ فترات استراحة أقرأ ساعة استراحة في دربع ساعة 10 دقائق أرجع أكمل وأتواصل وهكذا المراجعة ضرورية المراجعة في الامتحان أقصد بها أثناء الامتحان خلصت مثلا شفت طالب طلع مثلا خلال نص ساعة ثلاثة أربع ساعة طالب طلع وكمل انت داخلك رح يصير طبعا هاي الحالة صارت عندنا قبل بس احنا اتغلبنا عليها وهي انه طالب طلع قبلي هذا أحسن مني هذا كذا المدرس أو المعلم قال له عفية طلعت انتكملت قد يحز بنفسي انه قال له عفية وهذه وكذا ليش ما أنا طلعت أول واحد لا تخلص من هذه الشعور هذا تخلص منه لانه مو شرط هذا اللي يطالع أول واحد يكون هو من جاوب حتى لو كان مترفوق ما لك علاقة انت كمل ما لك علاقة باللي يطلعون من وقت على كيفك جاوب وراجع المراجعة المراجعة قد تكون انت ناس النقطة معينة هاي قلت اجاوب عليها بعدين اراجع مرة اراجع مرتين احب اضيف احب امسح احب كذا كل شي يصير فالمراجعة اثناء وقت الامتحان يعني وانت جايت امتحان بالامتحان بالغرفة بالصف كل شي مهمة تصير نبات يعني على المستوى الشخصي مرة اريد اطلع كملت كذا لكن الناس يفت فرع عليها عشر درجات خمس درجات هاي تذكرها بيوم من الايام جاوبت عليها وهذه لو لا المراجعة لو لا المراجعة يمكن ان شرحت مني خمسة أو عشر درجات وانت اصلا قبل مثلا من تجي تسلم هذي وتريد تقول استاذان اكملت اريد اطلع ايضا المدرس او المعلم رح يقول لك راجع ليش راجع خاف انت ناس النقطة وهكذا فترجع لها تراجع بهدوء على كيفك حتى لو شنو حتى لو تستهلك كل الوقت الوقت اخذه كله انت عندك وقت ساعتين ساعتين ونص ساعتين ساعة ونص حتى لو ابقى اخر واحد ابقى اخر واحد داخل قاعة الامتحان المهم انا مجاوب ومسيطر ونعطي الدفتر واني نفسيا مرتاح لان نوبات انت اذا تطلع اذا انت تطلع مثلا ونسيت فتفرع او هناك ذكرت نوبات يطلع نسخة الاسئلة نسخة الاسئلة المطبوع انت ما اخذها وياك وبعدين تراجع بالبيت او فلان نقطة انا نسيتها ليش ما جاوبت ليش استعجلت فتظل تحز بنفسك تأثر على نفسيتك فتجنب هذا الشي جميع الادوات بياك القلم الممحة المساحة المقطع قلم الجاف حتى لا تطلب من هذا ولا تنحرج اجهزه نحضرهن قبل وقت الامتحان ايضا اي نقطة اللي حب يذكر لي طبعا بتجواب التعليقات تحب تذكر اي نقطة انت تشوفها ايجابية وممكن تفيد الناس اذكرها ايضا اكتب لي ايجابية هذا الشي اللي هاي باختصار انت اكو امور اخرى انت ايضا حسب تفكيرك نفسيتك انت شون ترتاح بالقراءة شون منظم وقتك شون انت يعني اثناء وقت الامتحان مرتب نفسك ترتيب اللي انت ترتاح لمو شرض هذا الكلام اللي اني قلت مثلا انت ينطبق على كل واحد لا كل واحد والترتيب مالته التنظيم مالته اللي هو يرتاح بالشكل نفسي يرتاح له حتى شنو حتى يطلع الدرجة والنتيجة اللي اللي هو يرتاح لها والاهل يرضون عليها اخر شي احب اقول لك ذكرى الجميلة ذكرى الجميلة يعني على المستوى الشخصي يعني يعني بيوم من الايام وكل الطلبة هالشكل اللي يكمل ومرحلة خاصة المراحل طبعا المراحل المنتهية يكون لها طعام يعني شلون ثالث المتوسط والسادس الاعدادي هذه المراحل من تجي انت بعدين من تروح من الثالث المتوسط للرابع الاعدادي او تروح من السادس الاعدادي تروح للكلية او للمعهد وراء ما تكمل مثلا تذكر ذي تشي الايام الذكرى الجميلة الحلوى تذكر تذكر ايام خلينا نقول المعاناة ايام الضغط انت ضغط على نفسك تروح يوم صديقك تقرأ صديقك يجي يمك تقرن سوى شو شلون انت ضغط على نفسك حتى تطلع نتيجة تروح في مكان خاصة اكو مثلا مناطق ريفية مناطق زراعية اكو واحد يحب يروح يقعد برا ارض الزراعية المفتوحة يكون نوع من الهدوء مثلا فيتذكر ذي تشي الايام يتذكر ذي تشي الايام الجميلة من عبر ذي تشي المرحلة يقول الله شون كانت ايام حلوة من شنا نقرأ وطلعنا درجة ونجحنا يعني فمن تنجح من تنجح ان شاء الله وان شاء الله كلكم ناجحين تذكر ذي تشي الايام اللي كنت انت بثالث متوسط او سادس عدادي او حتى غير مراحل عادي بس قلت لك الثالث المتوسط والسادس العدادي الها فالطعم خاص فتذكرها وتكون ذكرة جميلة وحلوة شعور جميل يكون عندك يعني انه انت قريت وتعبت ونجحت وطلعت نتيجة اعزائي اتمنى استفاديتكم من الفيديو التقيكم في فيديوهات قادمة واتمنى لكم من كل قلب النجاح تقبلوا تحياتي و الى لقاء